السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسيني من قناة السرشاجي ازايكم عاملني اتمنى تكونوا بخير وصحة ووافية ان شاء الله في الفيديو ده انا اكلمكم عن عنصر من العناصر المهمة جدا اللي يعني ماينفعش برضه نستغنى عنها وهو السلينيوم السلينيوم ده عنصر ضروري للجسم ده عنصر ماينفعش الجسم مايستهلكوش او مايستخدموش السلينيوم مسؤول عن تنشيط الغضة الدركية الغضة الدركية دي اللي هي هنا اللي هي لدي مسؤولة عن الحر ويقولك حتى لو لدي له مشكلة دي اللي kalo يقولك انت عندك مشكلة في الغضة دي بتوقعها ومشكل كتيرة جدا يعني لو الد Bangladesh لدي مشكوطة اليها الجسم كله يبهدل ده كمان مسؤول عن تقليل الاصابة بالسرطان يعني لو أنت كمان يعني لو أنت هتصاب بالسرطان لأها بيقالل الاصابة منه وكمان بيساعد على صحة القلب ان هو هو بيخلي قلبه قوي وكمان بيساعد على الشعر والدوافر ويجعل الخصوبة sandwichا شديدة صلى الله عليه وساولة وتعاصلها و اخر مليوم هو يحفز جهاز المناعة كيف سلينيوم ماهي اكل مطلوب أهم والاكل اللي هنلاقي فيه السلينيوم اللي هو الفراخ البيض اللحمة الخضار الحبوب الكاملة اه واه واكما هتلاقي هذه الشيطات كلا هتلاقي ازل السلينيوم موجود في الاكل ده كله ومع الرغم من ذلك بتلاقي في بعض الاشخاص ما بيكافوش احتياجاتهم من السلينيوم فبيضطر انه هم يخدوا سلينيوم من الخارج عن طريق الهو المكمل نجي بقى لمكمل السلينيوم مكمل السلينيوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن مركب عضوي جداً طبيعي جداً تماماً مشتق من الخميرة زي الوي بروتين كده مشتق من شرش اللبن أو من اللبن هو من السلينيوم ده مشتق من الخميرة و المكمل ده بيكون بيحتوي كده على شوية فيتامينات ومعادن زي فيتامين إي و فيتامين سي و معادن زي الزينك والمغنيسيا عشان يقوي القلب و يقوي الصحة العامة عموماً لما أنت بتيجي تاخد المكمل و كده أنا قلت لك على كل حاجة تخص عنصر السلينيوم ولو حضرتك حابب تعرف أكتر عن مكملات أنت وسمعتش عنها أو تحب تشوف مكملات خش عندي على صفحة على اليوتيوب و هتلاقي فيه فيديوهات كتيرة قوي عن المكملات و عن حاجات كتيرة جداً ممكن تفيدك في صحيتك ممكن تكون حاجات أنت تخفل عنها فأتمنى حضرتك لو عجبك الفيديو تعمل لايك و لو يعني عجبك أكتر تشترك و لو عجبك أكتر وأكتر تشاركوا مع بين أصدقائك فشكراً جداً لكم و كان معكم محمد تحسين من قناة صرشاجي و تنساش تعمل اشتراك في القناة مع سأل